اشتركوا في القناة سبعين سنة على هالعيد بمدينة جونة وكل سنة بيمطروا يعني وكل سنة بتتزيد الاعداد وكل سنة بيكون في هاك له هالرهج الكبير خاصة انه يصورة ماشي بين الشعب الشعب عم بيحييه عم بيباركه عم بيمجده عم بيسبحه بالترانيم تلاقي النهار بيكون هاك فيه كتير جو صلاة وتقوى ان شاء الله السنة كمان هالعيد يكون خير وبركة عشاء عبنا وعمدينة جونة خاصة ويكونوا هاك الناس مثل ما معوادين كل سنة بها عداد كبيرة لنكون عم نسبح ونبارك ربنا بهالعيد المبارك يعني هذا التسبيح والتمجيد اللي بلئ برب الأرباب يسوع المسيح اللي هو عطانا جسده ودمه زائد لألنا أهم عطية عطيت للإنسان انه ما من حب أعظم ان يفزل الإنسان ذاته مشان أحبائه كيف هالإله يلي مات كرمالي أنا يعني أنا بدون يسوع نكرة لأنه هالأدي حبني ضحى بدمه على الصليب ليفديني ليعطيني الخلاص ما فيه إلا بهالد نهار كنا أقول له بشكرك على كل الحب اللي بتاعتيني على كل التضحية اللي عملتها كرمالي حتى يكون أنا اليوم عم بعيش كإذن لأله خيلة لك يا يسوع خلاتي روحك للإدوس يكون عيش معي نعم أبونا جامبك تسمح لي ننتقل نكون باتصال مباشر مع المونسانيور حنا عواد اللي له فضل كبير بهذا التتواصل بهذا الزيح منحييك مونسانيور يسعد صباحكم يسعد صباحكم ويسعد صباحا الله يعافيك ويعطيك الصحة الله يعطيك الصحة والعافية ويطول بعمرك واليوم معك بدنا نحكي عن أشق الروحي لخميس الجسد ولأحتفالات مدينة جونية اللي كنت موكبة من البدايات ولغاية اليوم لايكي كأنه اليوم نحنا عم نحفل بكرة باليوبيل 75 سنة نعم لأنه سنة 47 بلشت على احتفالات والفكرة جي الفكرة جي من أخوية قلب يسوع كانت موجولة بمريحانة الكريم نعم مريحانة الحبيب وجي أساسا من الاحتفالات الكبيرة اللي بتصير بإسبانيا لأنه إسبانيا بيعملوا احتفالات كبيرة أسبوع كامل وأي من تأثير المرس المارونية يلي قصدت بإسبانيا سنة ستة وأربعين نعم نحن هالاحتفال هيدا بعود أساسه إلى خميس الأرباء خميس الجسد خميس الأسرار يلي فيه بيكون فيه نوع من حزن نوع من كئابة مع الأمل ومع الإيمان العظيم بتأثير ربنا سر العظيم سر الأربان سر حضوره وجوده بيناتنا والاحتفال كمهرجان تكريم لها الملك الملوك نقل 11 ريام بعد عيد العمصرة يعني بيمر خميس السعود العمصرة ثم بيجي خميس الأربان وبعده بيجي بعد أسبوع عيد قلب يسوع كله احتفالات متتالية عياد متتالية تكريما للسر العظيم سر حضور بأله المجد لإسمه بكنيسنا بمعابدنا ببيت الأربان وموجود حي موجود بكل واحد مننا ولذلك نحن لما منكرمه وعم منزيحه بشوارع المدينة متكأننا عم نصرخه هو شعنا مباركه القاتي باسم الرب هيدا هو ملك الملوك يلي عم منزيحه يلي ربعينه فور رؤوسنا وعم بيبارك على شوارعنا وعلى بيوتنا وعلى أيالنا ومتاجرنا ونويينا وكأنه عم نصرخ للسنة وأنا حبي تأكد كتير على هالفكرة كأنه عم نصرخ له نحن يا يسوع بالقربين ونحط على المدبح قدامك لبنين المخلع موجود عصرير ومخلع ونحن حملين لبنين حتى نحطه قدامك قيمه من تخلعه قيمه من شلله قيمه من كبته قيمه من نصر ونهضه يا رب هالوطن مع أبنائه ويا الغرئينين بهاليأس وهالقلق وهالخوف وهالقرف والتحقير اللي عم بيتقبلوا أبنائها الوطن نعم لذلك راجينا كبير نحن كانوا عم نسمع صوت يسوع عم بقلنا هي هي وينكن راحين ما تيقس وما تخيفوا من هالأمو ياج عم بيطل ما تخيفوا أنا هون أنا معكم ما تخيفوا أنا غلبت العالم تكلوا علي ما تخيفوك إتي كينا كبير علي على تعالى نعم موسيقى منحكي عن أهمية هيك الاستمرارية بهذا العيد 75 سنة يعني يوبيل ماسي اليوم نحتفل بهذا التطواف على مدى السنوات على مر كل هالسنين توقف سنة وحدة مثل ما ما سمعنا بسبب الجائحة توقف عدة مرات توقف بسنة الستين عند الإنقلاب القومة على على الرئاس وإبو الشيب وتوقف سنة الستين وقت الحرب دخول القوات الإسرائيلية على العراق وتوقف كذلك الأمل بعدين من 75 لغاية 87 بالحرب بالحرب هاي الأحداث كلها سوا ورجعنا استنهضنا بدعوة مني خاصة أنا مع كهنة رعاية جونية غبطة البطرة صفير الله يرحم ترابو يلي هو بارك إنه نرجع نعيده بس عشرت نبعد عنه كل شي فولكلوري لأنه بالماضي كان يصير مالكتير بعد التدخل فولكلوري هالمواكب تجي من كل الرعاية على 12 موقب يجمعوا وينتشروا بانتشار كبير ورا موقب الكبير ورا موقب الأربان وكانت العنظار تتشتت ما بين نظر هالأربان موقب الأربان يسوع الموجود بانتنا والمواكب الأخرى يلي فيها كانت نوع من فولكلور هاي لابس التوب العذرة هيدا لابس مرجريس هيدا لابس مواكب عديدة من الرعاية ترمز على الرعاية الموجودة بيشوار لذلك نحن هالعيد بنعتبره عيد كبير كتير عم نعمل مهرجين الملك الملوك عم نكرم يسوع المسيح موجود بينتنا الحي كل واحد مننا حمل بقلبه يسوع حي موجود هو عم بينبط فينا نبط الحيات نعم قدي هايدي الصرخة مثل ما ذكرت كأنه داخل على قرشاليم يا مخلص خلصنا اليوم عم نصرخ له نعم نعم كتوطا بها الظروف هالغيوم السوداء الملبدة فقط ما لبنين وهالوجوه لايك يا أخت بتمشي بالشارة بتشوفي وجوه كالحة وجوه جائبة كلها كأنه عليها يأس الهم الهم يكل الناس أبونا من بكرة نعم من بكرة أكتر من اليوم نعم علينا جينا لذلك عم نصرخ له عم نقل له انت القدير انت يلي يا شفيت المخلع انت يلي يلي شفيت اقيمة الموتة ايم هالوطن يا رب نور ضمائر واقول ولك يا أخت شو هالعيب شو هالعيب الكبير منجيب نشحد لجيشنا اللبناني يلي عم بيحمينا منشحد له اكله مساعدات من الدول من برا وفيش واحد من هالاغنية أو هالمسؤولين بها الوطن بيقولوا هايدي مليون لير أو ألف لير أو كذا لهالجيش يلي عم بيحمينا ما في حدا يشعر بها الوطن انه في عنا جيش نحنا واجب ننعشو واجب نحميه واجب نكرمهم متى ما هو بيحمينا منهم تعمو من برا للجيش ونحنا هوني سرويتهم مهاربينا البر وعيشين عزوؤون نعم يعني بنرجع لهيك نطلب هالقدة من هالاليه المخلص عن جد ينقذنا من الضيئة اللي نحنا فيها وينور عقول وضماير حكامنا اليوم لأ عنا مرض كبير هو نزيف الأخلاق نزيف الأخلاق لا دمير كأنه الدمير ميت صار بتشوف الأسعار الشغلة الوحدة بين دكين ودكين ومشوف برمج مختلف أسعار لأنه في طمع في جشع بدنا نغتني أحساب الفقير وأحساب الجيعين داشفيز يصاري عم بدو يجو على بواي بيوتنا يجو عم بدو عم بدو عم بدو تكتري الناس عم بيجو لعندي عم بنعم بلعشا مونسينيور اليوم إذا بدنا نفكر بهذا التطواف وهيكي اليوم من باب خلاص انطلاقا من اللي عم نعيشه كل حدا من محله كل حدا من معاناته قديش هالأمر بدو يلمس قلوبنا ويحرك فينا هالنعمة اللي بتخلينا نصبر على المحن لنقدر نتخط هالشدائد سنة الماضية لظروف عديدة كورونا وغيرو اختيار ما عملنا لإحتفال قديش الناس تأسرت وزعلت وليش عيتبونا نعم وانا بتصور متشوقين الناس حتى يشوفوا هايكي احتفال تأيرجعوا ينعشوا فيهم هالعاطف الإيمانية هالإيمان العميء هالرجا لعنا رجا لعنا أمل انه يسوع موضوع هو عم بيقلنا أنا معكم أنا معكم نعم 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 نبض الحياة الموجود بعضو فينا هالأمل الضغير انه يسوع هو وحده نعم هالأدي نوسق بدنا نوسق فيه لهالدرجة ونسلم أمرنا لربنا هالأدي يعني بكليتنا لمشيئة ربنا ما ننسى صوت الرب دايما بنادينا توكلت عليك يا رب فلنأخذي يا الأبد إنتي كينا على الله مهم كتير بس عشر ما ننتكل عليه وحده ما نعمل شي نحنا نعم نساهم مع الله متى ما الله عم يساهم معنا نعم حتى كلنا نتخلص من من كبويتنا من سقطيتنا من غيوبنا من من هالمصالح الشخصية هالسياسات المجرمية اللي عم نعيشها نعم نحنا بدنا نشكرك موصنيور حن نعود ونحييك ونقل لك الله يبارك فيك ويعطيك العمر الطويل والصحة دايما اهلي 62 سنة مواكب هالي احتفال يطول عمرك ويزيدك همه ونشاط لتظلك مواكب هدا الاحتفال بسي حبيب التقلبي الله ياخد بيدكن الله يحفزك هالحتيبيت شريتي هالتليميزيون يالي عم بوصل كلمة الله الى أنحاء كتير بها المناطق وبالشرق ويمكن عم يصال برا كذلك الامر مهمة كلنا كلنا نساهم ونشترك معكن حتى كلمة الله بصال الضمائر وعقول ومسامع كل الناس امين لأنه كلمة الله هي بتعمل عمالة فينا شكرا شكرا موصنيور حن نعود على حضورك معنا الله ياخد بيدكن بيوصل سلامك الله يحفزك شكرا شكرا موصنيور حن نعود برجال عندك ابو نجان يعني موصنيور حن نعود هيدا النشاط غيلي على قلبه يعني 62 سنة مريفق هال هالاربان بتطوافه حتى بالكنيسة يعني بعد ما سلم موصنيور بعد الموصنيور ابو نجانير راعي اخدنا نحنا كتير علمنا كتير الموصنيور حن نعود ومنهم تكريم الاربان بشكل كتير مميز بكنيسة ماريوسف بجونة نحنا عنا كل جمعة صمدوا سجود للاربان كل الجمعة خلال السنة كلها سوا يعني يعني ما بتنتروا لا خميس الجسد ولا جهرح زيران لا لا كل نهار الجمعة فيه إكرام وسجود للاربان بكنيستنا وهيدا أخدناها من معلمنا الموصنيور حن عواد وعلمنا قديش نحنا نقدر نكون عم نوجه شعبنا والمؤمنين بكنيستنا للعبادة القربانية حتى يعني أنا بالكنيسة صار عندنا كل أحد قديس ومن بعد القديس كمان الأحد عشرية ساعة ستة بيكون فيه كمان عبادة قربانية بعد القديس والسجود للاربان الاربان هو الإفخارستية بتعمل الكنيسة والكنيسة بتعمل الإفخارستية يعني إذا ما فيه إفخارستية ما فيه كنيسة من هيك نحنا نؤمن إنه هالسر الأسرار في اللي هو جسد الرب هالجسد هالسر يلي تحقق بموت يسوع الصليب بالفدة بسر الفدة وتمموا على الصليب ونحنا لازم نكون عم نعيد هيدا العيد بخميس الأسرار ولكن أنه بيكون أسبوع حزن لكنيسة عطت مجال بعد لحد العنصر شرح لنا المانسونير أنه عنا هالنهار يكون إكرام لجسد الرب ونرجع نذكر المؤمنين بأهمية القربان لأنه الإربان هو نعمة الله عطينيها لتسير أنا كمعمد ابن الله جعل مني هيكل لروح القدس بس اتناول بيجعل مني بيت إربان متنقل بهالديني شو هالنعمة الكبيرة يلي ربنا عطينا إيها أبو ناجون اليوم نحنا كمؤمنين قدي عنا هذا الوعي يعني للأد الإجلال والإكرام لهذا الجسد المقدس اللي إذا دخل جواتي بيعمل عمله وبيغير فيه كتير أمور أنا أخبر هالخبري دايما مادام زهور كنت عم بعلم تعليم ديني لأولاد أول إربان في بنت عم بسألهم مبسوطين إنه بيكنت تعمل أول إربان بنت عمره سبع سنين قال أنا كتير مبسوطة أنا اليسوع بريفوت عقلبي شفت حماسة كتير شو بقى كدلي يسوع بريفوت عقلبي كي بدأت أكد إن يسوع مظبوط بالإربان بريفوت صغار عم بيشوفون كلا سوا طلعت فيها قلت له سر قالت لي وهيدا سر الله أنا كيف بدي أستوعب الله الكبير بعقلية الصغار أخذنا الحكمة من فم الأطفال بنت تعلمت منها كيف كيف آمن بهال بهالطيبي بهالسئة إنه الله قلت له كيف يعني شو بسيق بحل الروح القدس على الخبز والخمر وبصير الجسد ودم يسوع يعني الإيمان بهيدا الشي أكيد بدنا خاصة الغير المسيحيين حتى المسيحيين الغير الفيتين كتير بالإيمان غير الممارسين يعني لإيمان بدنا نطلب روح القدس خليني استوعب شوي من سر الإيربان إنه الله لهالروح القدس لحل على أحشاء مريم هو ذاته بحل على هالخبز والخمرة وبيحولهم لجسد ودم يسوع وبيصيروا جسد ودم حقيقة مش ذكرى أو مثل ما بيقولوا حقيقة وبييجي يسوع لما بتناولوا بيسكن بقلبي بيجعل مني أنا بيت إيربان هاي دي نعمة كبيرة تعطى لإلنا نحنا كمعمدين قدي أنا بدي أعرف أشكر كان بس يتناول كان عنده صلاة ابقى معي يا رب لكي أعرفها كما التلاميذ عندما الخبز انكسر حتى استوعبك أنت يا يسوع أنت الخاضر بالإيربان ابقى معي ضلك معي حتى أعرف حقيقة أنت هلأ أسكنت فيه نجبلت فيك ونجبلت فيه هيدا السر العظيم يعني بيقول خوري آرس بيقول إذا كل المؤمنين بيقامنوا حقيقة أنه يسوع موشود بالإيربان بيفوتوا دب دب الله حاضر بسر الإيربان قاعد بهالسر العظيم بهالإيرباني أنا كتبت مرة ترتيلة كتعيش أزمة بقال له قد تظلموا علينا الدنيا في أية لحظة قد نيأس قد نفشل ولكن تبقى هناك شمع مضاء أمام بيت القربان تذكرنا بأن يسوع حاضر ليسمعنا ليصغي لنا ويقول لنا لا تخافوا أنا معكم حتى انتهاء الدهر مش برك تخاف إذا يسوع معك حاضر حقيقة حاضر تعال عنده على الكنيسة تعال شو حلو الإنسان هيك يكون ميرق من حد الكنيسة يفوت يقول له أنا بحبك أنا اليوم جاي أقول لك الله معك هذا اللي بسميه نحن منسميه زيارة قربانية جدودنا وأماتنا وبيتنا يقف على حيث الكنيسة يقول له يسوع حاضر جوا أنا بديقلك مرحبا أنا اشتقتلك هيدا الإله النطرني ابقى معي يا رب يعني هيدا هيدا الطلب الدائم ابقى معي يا رب لكي أعرفك كما التلاميذ عندما الخبز انكسر لما تلميذاتي عماوس اكتشفك يا يسوع أنه أنت حاضر وتسير للقربان ابقى معي قدين إحنا اليوم عن جد حاملين يسوع جواتنا وقدرين نظهروا لكل الناس هذا الحضور الحقي بدو يترجم بدو يترجم فيي أنا الإنسان لأنه اليوم أنا هالإنسان اللي عم بيتفاعل مع الآخر كيف بدو يعرفوني أنه أنا حامل يسوع جواتي بدو من خلال تعرف دائما من خلال رتفاعلنا من خلال محبتنا من خلال بسمتنا أنا مش معقول يكون متشائم وماتي الله كرميلي على الصليب الله أنا يعني هيدا الفرح هو بيقول بإنجيل يحنى ليتم فرحكم ليكون فرحكم تاما كاملا لكم فرحوا يا صومات كرميلي أنا شوية مرض شوية إسيا معلش نحن منوقف عند عند الجمعة العظيمة يعني بس هذا الموت ما بننتبه أنه في قبر فارغ وفي قيامي يعني ما بنوقف عند الموت نوقف عند القيام يعني تلما قلت لأنه نحن ما منقمن بالموت منقمن بالحياة الخطيئة هي الموت حتى نحن لما بيموت حدا منا منقول انتقل ما منقول مات على رجاء القيامة الموت الجسدي هو عبور عبور صوب القيامة مثل الطفل ببطن أمه بحشا أمه نقول نحن الله يرحمه يعني رحمهم يعني الله يولده من جديد بالسماء يعني نحن بس نموت حدا ما بنعرف شو معناتها الله يرحمه رحمهم يعني جعوا لدني يا يسوع بالسماء أنا اللي أكل جسدك قد أكلته جسدك وعناية كانوا يركعوا يتناولوا قديما بالكنيسة المارونية يركعوا ويحطوا الإرباني يقولوا عناية التي مست رحمتك لا تخزلني بتقول الترتيلة أنا اللي أكلت جسدك ودمك وعشت معك واختبرتك وفي مثل بيقول تعرفوا لأبو نجوع بيقول له إيه بعرفه عشرته لا فإذا ما بتعرفه بدنا نعيش تعرفوا لأي يسوع عشرته بدك تعيشه بالإربان بإنجيله يعني ما بيكفي نسمع عنه بدنا نرفقه بدنا نحبه أكتر بدنا نقرب منه أكتر العلاقة مع يسوع مش خبرية هي اختبار اختبر يسوع بإنجيله بكلمته عيش كلمته من هيك أنا دايما بيقول له نحنا منتناول بالكنيسة مرتين أول مرة منتناول كلمة الله من خلال الإنجيل الكلمة صار جسد كيف بدقيش الكلمة وهيدي بيخدها زوادي لإليه وبيخد تاني مناولة بيخد هو جسد الله من هيك إذا حدا إجا مأخر على الكنيسة بيقول له أبو نافية إليه رحت عليك أول مناولي هي كلمة الله ولكن فيك تتناول جسد الله أكيد هو بدي يكون أنا مش قاصد يعني أنا مش إنه آي ينكسر سمه للإديس أنا أتأخرت شوي لأنه ما بعرف جد علي زرف زرف كتير طاري من هيكي نحن قديش نحن بدنا نعرف نستقبل هالأله بقلبي وأعرف إليه يا رب ابقى معي أنا حاضر وأعرف إيه حملك ومش خليك لإليه عرف إيه إليك للآخرين يعني هيدا سر هيدا سر الإيمان اليوم واللي منشوفه بنعمة بتلمس قلبنا مش بعقلنا أذا ابنا نفكر بكتير عقلنا صعب نستوعب الله هذا الإله اللي تجسد وصار طفل بأحشاء عذراء من الناصرة يعني مش شغلة سر للأسرار إنه أنا دائما إنما كنت صغير كنت أسأل أمي كيف الله بتقلنا الله كبير وكنت قلنا للماما كيف ليش بتشت الدنيا بتشرح ليه على عد عقلات اللي عدراء عم تشطف في السماء عم نزلوا الميت في السماء منيح الخبرية الله كبير شوية حفلة تنضيج يجيه إيد الميلاد بتطلع بتطلع هيك حرام يسوع بيكيغي بيتحفض بده مين يردعه طب كيف هيك سر التجسد منه لما بيقولوا يعني أخوتنا الإسلام الله لم يلد ولم يلد ولم يهو كفونا إنه كيف الله تجسد يعني فيه في شيء منه منطقي لأنه هذا الإيمان فوق العقل يعني فوق عقلي فوق إدراكي الله تجسد الله ميت يعني عجيبت العجيب أنه الله يموت كرمي أكيد الله الإنسان يلي هو إله هو إنسان تجسد صار إنسان وإلى جل يعلمني كيف معنى الإنسانية وهو إله وهو إله هيدا اللي ميت على الصليب عطاني هل عطاني هيدا الخلاص يعني السر ليس عبو العقل بده كتير إيمان لحتى يكشف لك لأنه كل ما تقرب من النور كل ما بتوضح لك الحقيقة بتبعتog بتبطل تغشي باتصير بالعتمي على الآخر نتبطل تشوف كل ما تقرب من النور أنا نور العالم أنا الحقيقة أنا الطريقة أنا القيامة أنا هو أنا الله يعني ما حدا إجاب هالديني comfortable أنا الحقيقة بإكتبعني كل من إجوا خبروا عن دين إجه هو أنا يعني نحن ما عنا شي اسمه دين عنا شي إسمه يسوع بدي امن بهذا يسوع هذا الاله من هيك هذا الاله اللي صار اربان أنا بس كمان عم بيحكي مع أخوتنا الغير مسيحيين انه هون الله موجود بالاربانة طلعوا شو عم بيحكي هيدا الخورة طبيعي انه كيف بدي امن انه الله ما بتحده حدود سير نفسه اربانة كرمالة يعني هيدا هيدا سر الاسرار من هيك نحنا يعني اليوم بخميس الاسرار او خميس الجسر شو بتسميه هيدا النهار هو نقل له شكرا شكراً يا يسوع شكراً لمحبتك أنت اللي اللي عملت المستحيلة قديستة يعني الله سير حاله إربان لأنا أتقدس تيري فقني من الرب اللي تجسد بسر الإربان كل حضور وكل جوها روح حاضر وهذا الحضور اليوم نحنا منلمسو أكتر لما منتعرف عليه أكتر منجهل الناس ومنخاف نقرب منهم بس لما نتعرف عليهم منصير نحبهم وعن جد نقدر نوقف بكل مرحلة وبكل محطة ونكون رفقة قدي اليوم نحنا بهذا الاحتفال رح يكون عم بضم اكتار من المؤمنين اللي يشاركوا بتذكرنا أبونا جامبي نهار بكرة لكل الناس اللي عم بيسمعونا لأن الوقت عم بيضمنا سبعة ونص المساء بيكون اجتمعين بمعهد الرسل بيجوني رح يكون بره أكيد لتساعد الناس دايماً من 75 سنة يبلشوا أباق المرسلين هني بهذا نهار بمنطقة جوني ومن هيك أبونا المونسينير حنعود أصر يضل هيدا الهار بالأبوتر بالمدرسة بالمعهد الرسل سبعة ونص مجتمع كلنا سوا أكيد بحضور بين غبطة البطريارك مهرب شارك بطرس الراعي وحضور الأسئفة عدد من الأسئفة عدد من الكهنة الجمعيات الكشافة المؤمنين كلنا سوا الكنيسة الكنيسة كلها سوا حاضرة لحتى تكون عم بتقديس ومن بعد القديس بيصير في تطواف بكل مدينة بشوارع مدينة جوني ومنختم بكنيسة ماريوسف بجوني اللي هي كنيسة المدينة بسموها فإذاً احنا دعوة للكل سبعة ونصف المسا نكون كلنا سوا اكتر أكيد في كتير مادام زهور في كتير كنية سترت عم بت هيدا نهار تحتفل كمان بيذكر كمان بجبل الرحمة عاملين هيدا نهار عاملين كمان عندي أسوع الرحمة بيغسطة بيغسطة أكيد عاملين وأنا بدي أقلهم للأباء فوق يعطيكم ألف عافية وطلبوا مني يكون قلت لهم أني بادري بتيوا لأ أنا أقصي الله أسمان رح تكون حاضرة لأنه أنا هلا عم برعية جوني وبدأ كمان حددتك برعية ماريوسف ماريوسف أكيد عم مع أبونا جوني جوني مروح أجره سلامتك أبونا وإن شاء الله أريد أن ترجع كنيستك نحنا عم نعيونه أنا وأبونا معين سيبة أكيد بعد المنصينير هنعود السلام أبونا جوني ونحنا حملين هالوزنة هالوزنة هالأيم كنيسة ماريوسف هي كنز بالكنيسة هي كنيسة السنتر ندينة يعني كل يوم عنا قديس صباحي سبعة وربع بتلاقي الناس لبرع بتلاقي الناس بتجي بتأدي لوي سبعة وربع في ناس بتأدي سبقلهم على طريق الناس رايحين عشغلهم رايحين عالبيشوا بأدسو بنعمل تسجد للأربين مثل ما قلنا نهار الجمعة في عنا نهار من كارين فيه دي سيوسف في عنا نهار من كارين فيه مارشايربي يعني عنا إكرامي دي سينة بهالكنيسة بإما كتير وبالأعياد الكبيرة بتلاقي الناس لبرة بعياد خاصة مقصودة مقصودة كتير 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 الكنيسة أكيد بالفضل للمونسونيور يلي 64 سنة عم بيخدم بهالكنيسة وسلمنا هالمشعال إن شاء الله نحنا من بعده يعني أبونا جوني والأبائي اللي بدون نكونه نقدر نكمل المشوار يلي هو بلش فيه برجع عبدالدعي بكرة نكون سوا عم نسبح نشكر نمجد نبارك يسوع بسر الإربان كنا سوا سبعة ونص بيه مع هذا الرسل ناخد البرك يا أبونا نحنا منسبحه من المسجد وناخد البرك من الرب ومنبارك نباركك نقول نباركك هلأ بشرحها سبعة ونص المساء أكيد بيترقص أبينا البطريار كماربشار بتصراعي مع عدد الأسئف والكهنة وكل الحركات الرسولية بالمنطقة والكشفية وكل المؤمنين نباركك يعني نكثر من اسمك يا رب يعني مثلا شوف ندق على الخشب شو يعني نتمسك بيعود الخشب بيعود الصليب نكثر من ذكر الله من هذا النبار يعني كتير ندلنا نقول الله الله ما نشيل هالكلمة من تمنى هيك بتبقى معنا هيك بتبقى معنا ومنحفظها أكتر ومنعيشها أكتر أنا بدي أشكرك أبونا جعي المرسل اللبناني اليوم مع تطواف القربان ومع هالنهار الطويل اللي بيكون بكتير من المناطق اللبنانية أكيد وكل حدا بيحدد احتفاله حسب وضعه وبيقته ورعيته أكيد إن شاء الله يكون كثير من المؤمنين المشاركين والكل ينال النعم لأنه هيد النعم بدأت المسألوا بالكل بمجرد أنه أنت جيت لياسو لتقل له أنا بحبك بهذا النهار وتشكره الإفخارسية هي إفخاريسته يعني كل الشكر بمجرد جيت تقل له أنا جايي أشكرك يا رب ع كل شي آتيتني وع كل شي راح تعطيني ولأنك معي ضلك معي يا رب لأضلني أشكرك وصبحك ومجدك وأنا بحبك يا يسو بمجرد إجاب هالإيمان للإنسان أكيد حيني لنعم والرب هيك يعطينا نعم ضل بحالة شكر دايم طيلة عمرنا وحياتنا طالما نحنا عم نتنفس شكرا من الجديد شكرا لكل اللي كانوا معنا بهالحلقة شكرا لألكم أحب إنا تبعتونا واسمعتونا على أمل تكونوا استمتعتوا واستفدتوا برفقتنا هوينا هويك بكرا موعده إذا ألرت بنفس الوقت مع ديوفي كتار بنضمه لقلنا تنكمل حديثنا عن هذا الاحتفال المهيب أو عن خميس القربان وأهمية الإفخارستية وجسد الرب الحاضر بينتنا لنكون نحنا اليوم قياميين أبناء الرجاء ودايما متمسكين بهذا الإيمان لنكمل مسيرتنا بشكل يعطينا النعمة نعمة الخلاص إلى اللقاء بكرا شكرا لكل الفريق من إزاع صوت المحبة ومن تلفزيون المحبة لوصلونا لألكون بالصوت وسورة إلى اللقاء غدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر